موسيقى 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 يعني قبل الحلقة الماضية سألتك عن يعني درجة موثوقية هذه المعلومات فقلت انك استيقيتها من بعض الناس يعني بعض الشهود نعم بعض الشهود وبعض المسؤولين كانوا بالإدارة السجن يكونوا لإحترام معين خاص وكنت أسمع من عدهم وبعدين أشياء كنا نشوفها أمامنا عيانية خلي نناقش بعض الوقائع أنت بتحدث عن فترة توقف العدام ثم تواصل بإعدام اللواء فالحة كران فهمي اللواء مو اللواء فالحة كران فهمي فالحة كران فهمي يعني عدم في زمنك وشنو التهمة كانت أنا طبعا ما شفت من عدم فالح لكن طبعا سمعت أنه عدم فالحة كران فهمي وسمعت قبله كان موقوف والسبب أنه فالح اللواء فالح كان صديق الدكتور باصل عبد المهدي صديقي باصل 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 صديقي القريب جدا يعني صديق عزيز وهو رح استلم جثمان فالح من وراء الإعدام فهو باصل حشالي أنه هو استلم جثمان فالح شنو التهمة؟ فالحة أعتقد مسجليلة في التسجيل معين أعتبرهم يعني وفق المادة التهجم ومو كل مواد التهجم يعني تنحكم كانت أعدام إلا ثمين ثلاثة يعني مو كثيرة منهم فالح من عدم لكون عسكري ربما 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 أيضاً أنتراوي قصة غريبة لأول مرة أسمحها أنا لأن نهاية هذا الرجل سامحها على لسان أخوه بطريقة تختلف عن أنتراويها واللي قصده هو الفريق الركن كامل ساتشت الجنابي نعم أنتراويها يعني بطريقة تختلف خلي أسمع روايتك ونتناقشها فريق كامل كان العقيد حسن حسن العامري مدير أمن السجن فكان يكون لي محبة خاصة واحترام خاص يعني يعرفني يعني باحثي يعني وعلى هل أساس كان يقيم لي علاقة صلة خاصة ففي اليوم جاني هو قال لي يعني متأسف يعني قال لي صارفت شي مؤسف يعني قلت له شنو قال جاني أمر بتنفيذ حكم الإعدام بكامل ساجت وجايبه كامل ساجت هو نفسه يعني بسيارة يقول قاعد بمكتبي فيقول فتحت الأمر رسالة جايب له ورقة رسالة بريد بدون حماية جايه واحدة هيتي لا لا وياه حارس سايق يعني فتشي من هالنوع فبيقول قريتا وتنفيذ يقول أنا اعتقد هو ما يدر طبعا جايب الرسالة وما يدر شبيهة ما أعرف هو ليه جاي إلى بغريب يمكن يعرف يعني يعني عن ليه جاي إلى بغريب الحاصل يقول أنا أخذت التليفون وخاب من غير غرفة من غرفة خارجية خابر جهات قايلهم وصلني هيشي كتاب ويا دكتور خلتكن واضحة يعني كامل ساجت جايب ظرف نعم كامل ساجت جايب ظرف سلم المدير السجن حسن العامري نعم الظرف بيه أمر اعدامه نعم ينفذ الاعدام بي نعم يعني وحسن العامري ما عنده فكرة على الموضوع ليش وشنو ما يدري لا وما ليش يعرف ما ليه مضروري يسوه شنو فخابر خابر جهة اللي دازته قلهم أنا جاني الفريق كامل يعني هذا فريق يعني مو ما هيقدر هيشي يتصرف ويا بخفة فيقول خابر قال تخاف غلا تخاف يعني شيئ ما يعني ما يقعد تصليحه يعني فيما بعد فخابر قالهم أنا جاني هيشي كتاب قالوا لي يعني نفذ يقول قالهم يعني يعني هسه ماكو ذول اللي شنقول ما موجودين عملية ما تصير بعش دقائق يعني ذي لها شغل قالوا لي أي واحد يضربه بطلقة هذا هو فيقول أنا انحرجت طبعا بس مع ذلك لازم ينفذ فصح واحد من الأفراد ما له قال له هذا الضابط اللي قاعد يضربه بطلقة وقدمه بالطريقة هو قاعد على الكرسي طبعا هو هذا الضابط يذكر صدام حسين في كتاب استجواب الرئيس اللي صدره جون كيندي نعم هو أثناء الحديث يتحدث الرئيس صدام عن خطورة الحركة يعني المد الإسلامي نعم نعم نصحته أنه لا ينغمس بالجانب الديني كثيرا ولكن بعد فترة اكتشفنا أننا اتصالات خارجية وعدمنا نصها نعم ذاكرة يعني ذاكرة بالشكل واضح طيب أيضا اتحدثت أنت عن مظاهرة صارت بوبغريب نعدمه على أثرها 156 واحد نعم جماعة الكوفة يمكن ردع يعدموهم أو عدموهم وصارت شوشرة بالسجل نعم هذا الكلام صار يوم 28 12 86 أخذوا مجموعة للتنفيذ كان التنفيذ واقف مثل ما حيش يتلك قبل ما يأخذون إلا مجامع بالصدفة يعني يكون ذنبهم كبير أو متابعين بشكل خاص مثل المفتي ومثل هزاعد أمار فريق هزاعد فجدت أجي أمر تنفيذ بمجموعة من جماعة الكوفة كان يسموهم مجموعة الكوفة شم سوين ذولا؟ ذولا عندهم سوين فصيل عسكري هم شبان ولد سوين فصيل مسلح وقاموا بعمليات يعني ما أعتقد مخطط الهزيان يمكن عشوائيا يعني شبان ما عندهم تجربة فلزموهم فلزموهم لزموهم التنظيم وكانوا فت مجموعة ما أذكر شقد عددهم سبعة ثمانية عشرة مو كلهم يعدموهم قسم منهم جابوهم الخاصة شفتهم فيما بعد بالخاصة فهاي المجموعة ودهم دي طلعهم يعدموهم من دي طلعهم يعدموهم قاموا يهدفون يهدفون شعارات دينية وشعارات كذا فقسم من الموجودين بالزنزانات الإعدام قاموا يرددون وياهم صاعدت صارت هوسة الهوسة من صارت انهزموا ذول السجانة أخذوا ذول المعدومين عدموهم والسجناء سدوا ثقوا بالمفاتيح بالزنزانات بالصابون وبالب الصمون وما بعرف سدوهم بعد فترة قصيرة السجناء العاديين الجنائيات أيضا لهم قسم بصف قسم السياسيين محكومين انتشرت القضية نعم انتشرت الحماس انتشار انتشار هذولاك شافوا السياسيين دي هوسون قالوا هذولا السياسيين يفتهمون رح يطلعون رح يدبرون حالهم يطلعون خليحنا منهوس فقاموا هم هم يهوسون هوسات أشكال عباراتها ومعانيها فجدتي قوات طوارئ مع الأمن ففاتوا على السجن سيطروا على السجن سكتوا الناس فطلعوا وقالوا مدير السجن أعتقد يمكن قال السجن بيك ثباغ وهذا الشكل فأخذوا من السجناء السياسيين مجموعة نفذوا بهم واخذوا من محكومين اعدامهم واخذوا جماعة أيضا من السجن الجنائي أيضا نفذوا بهم فصارت حملة حملة ذاكة اليوم صارت يوم 28 انت فيه صار بيهم ثاني يوم 29 يمكن 29 يا شهر 18 18 18 86 بالتحديد قبل لا تروح انت أنا من راحة لقيتها تازة صارها أشهر شهر شهرين ثلاثة دي حشون بيها فلان راح فلان كذا فلان أخذوا فلان ييجي ترجمة نانسي قنقر